بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بسبب أزمة الرواتب وأزمة المقرات وصل الأمر حد التهديد من قبل الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة ومن ائتلاف إدارة الدولة وبعد أن طرق رئيس الإقليم الأبواب الخارجية مطلقا صرخة ضد حكومة المركز إلى رئيس الأمريكي جو بايدن محذرا من انهيار الإقليم وصل الوفد الكردي رفيع المستوى لبغداد لحل الخلافات العالقة ولتجديد الثقة بحكومة السوداني التي هزتها خلافات الأيام الماضية والتي حمل الإقليم مسؤوليتها في بادئ الأمر لجهة في الإطار لا تريد استمرار العلاقة بين المركز والإقليم هل سيحصد الإقليم ثمار الحوار أم تستمر الأزمة بصراع الكبار وضحيتها المواطن مرحبا بكم